الأمة الإسلامية أمة موحدة أمة موحدة بمعنى أنها يعني تعتبر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر والنهي وهو الذي يعبد ولا يعبد غيره وهذه كلها ممارسات لا تدل على شيء من الوثنية وإنما تدل على تعظيم ما عظمه الله هذا هو الفرق بين أن يعبد المشركون صنما فيسجدون له وبين أن نعظم أشياء أو أماكن أو أزمنة أو أشخاص عظمهم الله سبحانه وتعالى فنحن عندما نعظمهم إنما نعظمهم لتعظيم الله لهم ولأنه أمرنا أن نعظمهم فنحن في الحقيقة نعظم الله المسلم يتفاعل مع الأكوان ومع عالم الأشياء ليس فقط مع الأحداث التي من حوله ومع عالم الأشخاص ومع الأفكار وإنما يتعامل حتى ويتفاعل مع الأشياء لأنه يعلم أنها تسبح الله ولذلك نذكر هنا قول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قبل الحجر الأسود وهو يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت أبا القاسم بك حفيا فرح باستلام الحجر الأسعد وكأنه يقابل حبيبا عندما يذكر بعض الناس الذين يصرفون الحجاج عن التعلق القلبي بالأماكن المقدسة يذكرون هذا الأثر يريدون أن يقصروا الحب على الممارسة والحب العقلي والممارسة الجوفاء التي ليس فيها روح ولا حس أعمال الجوارح رواية الإمام أحمد تبير الحال ولكني رأيت أبا القاسم بك حفيا يعني كما يتعامل الحبيب مع حبيبه ولذلك جاء في حديث آخر رواه الإمام الحاكم في المستدرك أن سيدنا علي قال لسيدنا عمر بلى والله يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يخلق له يوم القيامة لسانا وشفتين يشهد لمن يستلمه بحق وهذا كله يبين أن فهم الصحابة العميق للتبرك بهذه الأماكن المباركة وهذه المناسك الشريفة فهم نابع من حب الله ورسوله وأن حب هذه الأشياء لا يكون وثنية بحال من الأحوال وإنما هو تعظيم لمن عظمها وأمر بالذهاب إليها والتبرك به مولانا فتح الله وعلا